طيب سألت أحد الشخصيات المهمة إيه أخبار المعارين بالنسبة للنادي الأهلي قال لي أول حاجة مستر موسماني يا عم تتصور معي ده أنا ليه الشرف طيب مالا شفتني مالا ده تهتليش ليه ده أنا أجيلك لحد البيت يا عم الله يحفظ يا عم وقفني وقلت علي كذا كذا ليه الشرف تتكسف ليه مستر موسماني بيتابع المعارين واخد قرار بعودة اتنين فورا فور نهاية الموسم اللي اخت قرار بعودتهم هما عمار حمدي واحمد ياسر ريان عمار حمدي واحمد ياسر ريان واخد قرار فوري بعودتهم بإذن الله وفي اتنين تحت الميكروسكوب أحمد عبدالقادر المعارق لأسموحة وعمل موسم كويس مع أسموحة ومحمد عبدالمنعم أيضا المساك المعارق لأسموحة وفي اتنين يعني بيتابعهم بس ما عندوش نية يجيبه اللي هو أحمد علاء ومحمود الجزاو لكن اتنين راجعين عمار حمدي واحمد ريان اتنين تحت المرقبة أحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم اتنين متميزين لكن ما الهمش ما كان في الأهلي أحمد علاء ومحمود الجزاو طلعي الجيس والجونة أحمد علاء ومحمود الجزاو قال لك ليه قال لك لأنه عند حتة قلب الدفاع دي مميزة وفيها لعيبك ويسي فبالنسبة للمعاريم كمان هو حاطت عينه عليهم كل دا تفتح بايه كل دا تفتح بسؤال لأحد المسؤولين الكبار طيب انتو إيه صفقات الأهلي اللي جاي قال لنا نجيب صفقات لي ده أنا عندي لعبت اللي بره رجعها قال لي مين أحسن من عمار حمد النهار تحت المهاجمين بره الأهلي قلت له في الزمالك طبعا يعني لكن فقال لي أنا بكلمك المتاح لي أن أنا أشتري فقال لي طب مين مهاجم في مصر زي أحمد ريان قلت له عمر جمال قال لي عمر جمال موجود بس يعني إيه يعني مش أولوية المسطر المسيبين الأولوية له أحمد ريان أحمد ريان قال لك من هنا لنهاية الموسم يغير الله من حال إلى حال لكن مستقر على العودة الاتنين أحمد ريان وعمار حمد أما بالنسبة لأحمد علاء ومحمود الجزار غالبا سيتم تجديد أعرضه شوف بقول لك من نهاية شهر 3-27 مارس أن دولا سيتم من نهاية تجديد أعرضه ليه؟ لأن احنا بنتواصل مع مسؤولين ومصادر جوه جوه النادي الأهلي طيب لايك وشير وصلي عزين ودعي نفسك والوالدين والغي لازم نحيي شجاعة مسؤول محترم في النادي الأهلي اسمه كابتن سيد عبد الحفيز لازم نقدر شجاعة سيد عبد الحفيز لما قال أيوة أنا قلت لعبدالله السعيد شوف المصلحة كلام ده قلناه و في وقتها بالنسبة لعبدالله السعيد أنه هو وأنا قلت حتى أمبرح مش فاكر كنت على الهواء اللي برا الهواء قلت أن قبل كده كابتن محمود الخطيب لا كنت على الهواء قلت قبل كده أن كابتن محمود الخطيب قعد مع أحمد فاتح وعبدالله السعيد وكانت طلباتهم المالية خيالية وطلع بيان أنه هو يعني خلاص بقى برحيتهم يعني وقت أزمة عبدالله السعيد لما تسأل كابتن سيد عبد الحفيز في موضوع هو أنت قلت لعبدالله السعيد تشوف مصلحتك قال آه وحصل وقال ده نازلا لأن فيه فارق كبير جدا بينما يمكن أن يحصل عليه في الناد الأهلي وبين طلباته أو الإغراءات اللي جاي لهم من بر لما تقول لي جاي لك بره عشرين مليون وأنا بكلمك فاربع وخمسة مليون يبقى أنت ستة مليون سبعة مليون وجاي لك عشرين هيبقى الجاب واسع يعني لما يبقى الجاب ثلاث أضعاف المعروض مسألة صعبة مسألة صعبة فكابتن سيد قال آه أنا قلت ده وكده أنا هنا بحيي كابتن سيد عبد الحفيز اللي بقى لأن ده بيرفع شيء من الضغوط والأعباء اللي على كتاف عبدالله السعيد وده بينصف عبدالله السعيد أمام الجماهير الجمهور هيقولك لما ليش دعم أنا عاوز اللعب بتاعي أنا بحبك وبموت فيك أنت تصرف وخليك قاعد ما تمشيش خليك أنا بحبك فما تمشيش لما تمشي أنا ما حبكش ده القاعدة عند الجماهير وما تقدرش تحكم فيها لأن مزاج الجماهير هو الحاكم في هذا الأمر فالله ومساة سيد محمد مش هيغير لكن ده حتى عبدالله السعيد لما تدخل المشارطة ركالشيخ وقعاده للنادي الأهلي ورجع تاني الأهلي أعلن عرضه للبيع والحدوتة دية والكلام ده في الآخر عبدالله السعيد حتى لما الأهلي قاله تعالى رجع الكلام اللي بيقوله كابتن سيد عبد الحفيز هو تبرئة لزمة وساحة عبدالله السعيد هتقولوا لي بقى راح للفلوس أه راح للفلوس حقه وفي نفس الوقت ده إدانة لرمضان صبح ليه لأنه لا يوجد مسؤول في النادي الأهلي قصرة مع رمضان صبح محدش أثر معاه محدش قاله إيه طلباتك وكذا لأ ده الناس اتفقت معاه وعملت له عقد نموزاجي له وحطط له شرط منه إن هو لو مشي لو جاله عرض بكتب من نص خمسة نص من نصف من نصف لين وقدامك ساكر فيش حاجة اسمها تبرئة لزمةه إنه هو ما بلغش يعني إنه هو يعني يعني اللي عجبني في الموضوع سيد موز وده شيء إيجابي إنه واحد يبقى لكلمة حتى لو بعد سنين هتقول لي ما قالهاش لوقتها وقول لك ما تسألش وقتها محدش جاره إن يسأل السؤال المزاجي العامة كانش موجود اللي حتى لو تقالت ما كانش تبقى لها وقعه لكن النهاردة لها وقع كبير جدا 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 في إن عبدالله السعيد لما رحل الزمالك بعدما حصل على الضوء الأخضر من النادي الأهلي أنه من الاستحالة الوفاء بطلاته المالية اللي بتفوق إمكانيات النادي الأهلي وقتها وقتها فلما راح اتفق راح اتفق بعدما باء كابتن سيد عبدالحفيز قال له إن يعني إيه شوف مصلحة الكلام ده قلناه وقتها وما كانش حد بيقباله لكن اعتراف كابتن سيد عبدالحفيز بعد السنوات يؤكد صدقة ما ذكرناه وقتها لكن في كل الأحوال مشاعر الجمهور ما روش علاقة بكل ده الجمهور عاوزك عنده عاوزك في الأهل هو حبك في الأهل أمورك المالية دي يقولك ما ليش علاقة بيها أنا بحبك وإنت في الأهل مشيت من الأهل أي سبب مش أحبك هزعل منك ليه